دلوقتي انت قلتلي المراحل اللي بتحصل بعد ما العلاقة بتنتهي ازاي بقى اتفادة ده يعني انت قلت الانكار وان احنا ما نبقاش الضحية وكذا وكذا ازاي بقى ده مراحل الالم دي ما مرش بيها او امر بيها بس ما تستنزفنيش يا مؤمن ما تاخدش مني ايام واسنين وشهور هو اول حاجة عاوز اقولها لك ان ضريبة الوعي او ان انا ادرك ان انا في علاقة مؤلمة في العلاقة دي ضريبة الوعي ده هو الالم دي اول حاجة ان انا اعرف اصلا ان انا في علاقة سامة ده ضريبته الالم وحاجة برضو عاوز اقولها لك ان الخط المستقيم بيفضل مستقيم طبعا ولكن الخط لما بيحصل فيه زي ان هو رسم القلب رسم القلب زي رسم القلب فيه كده فيه فيه نوع من أنواع التقدم أو نوع من أنواع التغيير الحقيقة عمرها بتفضل على وطيرة واحدة لازم يبقى فيه صعود ويبقى فيه هبوط تمام فأنا لو ما بيحصلش عندي نوع من أنواع الألم يبقى أنا ما بتقدمش دي أول حاجة أنا محتاج أعرفها الحاجة التانية أن أنا أعرف إزاي أدي للألم قدسيته إحنا فيه مشكلة كبيرة أوي رضو إحنا بنمر بيها في حياتنا وهي أن إحنا دايما شايفين الجزء الحلو أو دايما عاوزين الناس تشوفنا دايما في أفضل صورة كأننا ملايكة على الأرض لكن المؤمن بيحصل له قوات أنه بيبقى مكتئب بيبقى زعلان بيبقى متدايق بيتعرض لمواقف بالدايق جدا أنا لما أقبل قدسيته الألم وبقى عارف أن أنا ضعيف ده بيساعدني وده كان جزء أنه اشتغلت عليه أنه أنا محتاج أقبل ضعفي وأقبل إن أنا بني آدم أقبل آدميتي إن أنا بني آدم وإن أنا محدود تمام؟ ده جزء مهم جدا إن أنا قدرأ أعرف إن أنا بني آدم المشكلة بقى إن إحنا شايفين إن إحنا ملايكة ده ده دي حاجة صعبة جدا حاجة برضو إن إحنا بيعملها من الحاجات اللي أبردو تعلمتها خلال الرحلة بتاعتي إن إحنا بنفض على نفسنا قيود بنفسنا بمعنى إن في حاجات زي مثلا إن أنا أقول مثلا أنا لازم فأنا حطيت قدامي إن إنا لازم لازم فمش شايف أي احتمال تاني لكن لما أقول مثلا إن أنا محتاج كذا فأنا حاطت احتمالية إن أنا لو ده ما حصلش ممكن ألاقي خيار تاني لكن أنا أقول إن أنا لازم أنا بقهر نفسي إن كذا مثلا إيه أنا لازم أنتقم منه أنا لازم أخد حقي تمام؟ أنا لازم أعمل كذا لكن ده لو ما حصلش أنا هبقى أعمل إزاي؟ هتئذي تمام؟ برضو من ضمن حاجات اللي بتبقى موجودة في العلاقات وبتأذينها هي الانتقام يعني أنا بشوف ناس كتيرة جدا بتدخل في علاقة سامة وبترجع بس عشان تنتقم تمام؟ في مثل فرنسي شهير جدا بيقولك إن هو طبق الانتقام لما بيتكلش غير بارد أو ما بيتقدمش غير بارد أنا بشوف بعدها علاقة سامة المشاعر بتبقى ملتهبة وبيبقى أنت كل اللي جواك غضب ونار إن أنا إزاي أرجع كرمتي؟ ما يتوشي لراحت في حين إن لو الإنسان يعني سليم وسوي هيعرف إن الانتقام ما بيقزيش غير صاحبه صح؟ صح؟ طب أنا ليه ما اشتغلش على نفسي وأعرف أنا إيه اللي خلاني أدخل العلاقة غير صحية بمعنى إحنا سعب بندخل في علاقات بسبب احتياج أنا ممكن أبقى بس داخل في علاقة عشانيا محتاج كلمة حلوة واكتشف إن جوا العلاقة دي إن أنا بقدم حب لي لكن ما بقدمش حب لنفسي هل أنا بحب نفسي؟ هل أنا بقبلها زي ما أنا؟ وفي جزء تاني برضو عاوز أقولك علي يا رضو في علاقات إن إحنا بندخلها وعاوزين اللي قدامنا يحبين حب غير مشروط صح؟ صح الحب غير المشروط ده محدش هيقدمه لك غير بابا وماما وإنت بتقدمه لنفسك صح بس صح إنما الحب اللي إنت عاوزه من أي شخص تاني محتاج إنه بلاش أقول لازم لأن أنا بحبش أقول لازم هيبقى مشروط إنت هتدي وقت إنت محتاج إنه هو يرده لك هتدي اهتمام محتاج إنه هو يرده لك لكن مش لازم يبقى فيه جو خطة إن أنا هقدم لك حب طب هقيس إنت هترده ولا لأ تمام مؤمن